اهلا بكم في مجز الأخبار قالت مصادر سعوديا المفاوضات المرتقبة الأحد المقبل في العاصمة العمانية مسقط بين الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي ستكون في الملفين الإنساني والاقتصادي ونشرت صحيفة عقاض إلى أن المفاوضات التي وصفتها بالمهمة تأتي بعد نجاح ما أسمته الوساطة السعودية العمانية في تقريب وجهة النظر وبرعاية أممية مشيرة إلى أن ذلك يشكل اختراقا للوصول إلى سلام دائم وشامل وبينت أن فتح طريق الكمب جولة القصر في تعز وطريق مارب البيضاء لم يأتي من فراغ بل نتيجة جهود سعودية عمانية بهدف تنفيذ قرارات التهديئة التي أقرتها الأمم المتحدة كخطوة لبناء الثقة بين الأطراف المتصارعة على صعيد آخر قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقى تقريرا عن حادث على بعد 150 ميلا بحريا شمال غربي الحديدة وأوضحت أن الربان أبلغ عن إطلاق خمس صواريخ سقطت جميعها قرب السفينة التي قالت أنها لم تتعرض لأي أذن وتواصل إبحارها شمالا وأشارت الهيئة إلى أن السلطات تحقق في الحادثة داعية سفن إلى العبور بحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه في السياق ذاته أعلن الجيش الأمريكي تدمير طائرة من دون طيار أطلقها الحوتيون المدعمون من إيران باتجاه البحر الأحمر بالتزام مع شن أربع غارات استهدفت مواقع في مديرية ماوية بمحافظة تعز وذكرت القيادة المركزية الأمريكية أن هذه المسيرة كانت تمثل تهديدا وشيكا للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة في السياق قال الحوتيون أن الطائرات الأمريكية البريطانية شنت أربع غارات على منطقة الظهرة في مديرية ماوية بمحافظة تعز دون مزيد من التفاصيل في شان الاقتصادية اتهمت ميليشيا الحوث السعودية باستخدام شركة الخطوط الجوية اليمنية أذى للابتزاز السياسي وورقة للحصار والضغط عليها وأشرت إلى أن شركات تتعرضوا لتدمير الممنهج عبر الإجراءات التي تتخذها الرياض عن الحكومة والتي كان آخرها التصريح بنقل كافة أصول الشركة إلى عدن وإقفال أنظمة حجز الرحلات وكافة أنظمة البيع وطلبت الميليشيا بموارسة الشركة أعمالها بحيادية من صنعاء مشيرة إلى أنها ستعيد جدولة الرحلات من مطار صنعاء وعادن والمكلة وسيئون وفقاً للاحتياج حد قولها وكانت ميليشيا الحوثي قد احتجزت أربع طائرات في مطار صنعاء قال المجلس الانتقالي أنه أعطى الحكومة مهلة لإنجاز أربع ملفات رئيسية اقتصادية وخدمية دون أن يحدد الفترة مؤكداً أنه لا يزال بيده أوراق عديدة وخيارات يمكن استخدامها فيما أسماها اللحظة التاريخية الآمنة وأقرى رئيس وحدة شؤون المفاوضات في المجلس ناصر الخبجي أن الشراكة مع الحكومة حققت مكاسب للانتقال وفتحت أمامه أفاق للتعامل الرسمي مع مختلف دول الأقليم وسفراء دول العالم وانجدد تمسك الانتقال بمشروع الانفصال مشيراً إلى أن أي حوار يجب أن يتضمن الإطار الخاص بالقضية الجنوبية وأكد أنه لن تكون هناك أي حلول أو سلام ما لم تكن قضية الجنوب حاضرة في مختلف مراحل التفاوض انتهى المجزة في أمان الله اشتركوا في القناة